مرحبا، أنا الدكتور حمز البطيخي أخصائي تقويم الوجه والفكين في مركز البطيخي لطب الأسنان نصيحتنا الطبية لهذا اليوم هو الاعتقاد الخاطئ عند بعض الأهالي على زيارة طبيب تقويم الأسنان في عمر بين 12 إلى 14 سنة وهو صحيح أنه تنصح الجمعية الأمريكية لطباء تقويم الأسنان على الزيارة الأولى لطبيب تقويم الأسنان على عمر السبع سنة لأنه يكون الطفل في مرحلة النمو فمنقدر نحل مشاكل كبيرة بأسليب أبسط هذا من الأشاكل اللازم نحلها على عمر مبكر، تقدم الفك العلوي، تقدم الفك السفلي، العضة المفتوحة، العضة العكسية اللي هي بيكون بيطبق فيها الأسنان العلوية خلف الأسنان السفلية ومن العادات السيئة اللي لازم تنحل على عمر مبكر مثل التنفس الفموي أو عادة مص الأصبع شكراً لكم شكراً لكم